إلى تونس حيث انتقد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نوردين الطبوبي تعاطي الحكومة مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية وقال الطبوبي خلال اجتماع النقبي عمالي إنه سيتواجه إلى منظمة العمل الدولية لمقاضات الحكومة وإن الشعب هو صاحب السيادة عندما نتكلم عن السيادة الوطنية واستقلالية الكرار الوطني نحن نترجمه بهذا الحضور المكثف لابنات وولاد تونس الحقيقيين واحتبوا النار ولدافعوا على المسألة الوطنية وعلى الخيارات الوطنية كما شدد الطبوبي على أن تونس ومؤسستها العمومية ليست للبيع مشيرا إلى أن تونس ليست ولاية فرنسية ومعتبرا أن الاتحاد يترجم السيادة الوطنية من خلال التونسيين تونس ليست للبيع أقولها كذلك بصوت عالي تونس ليست ولاية فرنسية الاستعمار ذاب ولا من جهة أخرى أعلن الاتحاد العام تونسي للشغل أن وفدا من مكتبه التنفيذي انسحب من اجتماع عقد في دار ضيافة بقرطاج لبحث حوكمة المؤسسات والمؤنشاءات العمومية احتجاجا على غياب أعضاء الحكومة وانحراف الاجتماع عن جدول الأعمال المقرر وبحسب الاتحاد فقد كان مفترضا أن تشرف على الاجتماع رئيسة الوزراء نجلاء بودن وتلقي فيه كلمة افتتاحية لكن الوافد النقبي فوجئ بغياب جميع أعضاء الحكومة بمن فيهم بودن وبتغيير مضمون اللقاء طبعا ولينا من تونس جنات بن عبدالله باحثة مختصة في الاقتصاد أهلا بك يا أستاذ جنات معنا إذن رئيس الدولة قيس سعيد كان قد كرر مرارا بأنه لن يتم التفويت في مؤسسات الدولة لماذا هذه الخشية من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل نعم هي ليست خشية ولكنه واقع نعيشه يوميا مع حكومة قيس سعيد التي انخرطت بدون تردد منذ تسلمها لمهامها في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية لصندوق النقد الدولي والذي يتوقف على أربعة محاور أساسية ويتجميد الأجور الانتدابات في الوظيفة العمومية ورفع الدعم عن المواد الأساسية ورفع الدعم للمحروقات الترفيع في الضرائب والتوفيط في المؤسسات العمومية ومنذ ذلك التاريخ هذه الحكومة انخرطت وشرعت في تنفيذ هذا البرنامج دون استشارة أي طرف أو دون الاستماع لحركات الاحتجاج التي يطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل وضعته خارج السياق باعتبار أن كل الاحتجاجات وكل المواقف الرافضة لاتحاد الشغل لهذا البرنامج لم تتفاعل معها هذه الحكومة وخاصة في الباب المتعلق بالتوفيط في المؤسسات العمومية والذي شرعت فيه من خلال عديد السياق ولعل أبرز هذه السياق هو فتح رأس المال أو منح الترخيص لعقود لزمات لعديد الشركات الأجنبية لتسيير واستغلال مرافق وخدمات عمومية على غيرار ما وقع في شركة تصريف المياه لوناس وأيضا بالنسبة لشركة الكهرباء والغاز حيث وافق الرئيس قيس السعيد على خمسة عقود لزمات لشركات أجنبية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية التونسية بمقتضى قانون سنة 2015 الذي يرفع احتكار الدولة واحتكار الشركة التونسية الكهرباء والغاز هذه المهمة مهمة إنتاج الكهرباء من الطاقات الشمسية بما يعني أن تونس فرطت أيضا في شمسها لفائدة الشركات الأجنبية وهي اليوم تفرط في عديد المرافق أمام كل هذا ما هي الأليات التي بيد الاتحاد العام التونسي للشغل بعيدا عن الخطابات التي نشهدها وتكرر فيها النداءات ما هي الأليات التي ما زالت بيده للمعارضة والوقوف ضد استمرار ذلك؟ نعم يعني اتضح اليوم بكل أسف يعني وفي غياب الأحزاب السياسية وفي غياب المجتمع المدني وفي ظل ضعف المنظمات النقابية والمهنية يعني فقد مرست لحد الشغل الأشكال التقليدية في الرفض لسياسة الحكومة ولكن أمام عدم الاستجابة وأمام مواصلة هذه الحكومة على تنفيذ كل يعني المراحل بردامش إصلاحات الهيكلية وآخر تصريح لوزيرة المالية اليوم حيث تصرحت أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 هو في براحلها الأخيرة ونعلم أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يقوم على استكمال تنفيذ برنامج إصلاحات الهيكلية المتوقف على المحاور الأربعة إذن ماذا بقي أمام اتحاد الشغل؟ لربما لابد من يعني الوجوء إلى آليات جديدة على غرار ما أعلن عنه اليوم السيد الأمين عن الاتحاد العام التونسي للشغل وهو الوجوء إلى منظمة العمل الدولية على الأقل لتبليغ موقف الاتحاد من ممارسات هذه الحكومة التي تقوم على التعتيب والتضليل والمغالطات والأرقام اليوم التي تصدر من حين إلى آخر سواء من الجهات الرسمية أو من الجهات الأجابية تؤكد تضارب والاختلاف هذه المؤشرات بما يعني أن هذه الحكومة مصرة على إقفاء عديد المؤشرات وعديد الأرقام بما يؤمن لها استكمال تعهداتها تجاهز الدقاء النقد الدولي باعتبار أن الهدف الرئيسي أمام هذا الحكومة هو رضا صندوق النقد الدولي ومع ذلك لا يهمها هل تعتقدين أن الحكومة ستمضي قدما في اتفاق يتم بمقتضاه التفويت في المؤسسات العمومية سيدة الكريمة هناك تلاعب بالمصطلحات يعني اليوم التفويت نعلم أن الخصخصة تقوم على تغيير ملكية المنشأة العمومية اليوم سيتم هناك التفويت في الخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية المؤسسات العمومية ستبقى على ملك الشعب لأن الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات سيتم التفويت فيها لفائدة شركات أجنبية وبالتالي هذه الحكومة تلعب على المصطلحات ونحن اليوم وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار لسنة 2016 وقانون تحسين مناخ الاستثمار لسنة 2019 فقد وقع تحرير قطاع الخدمات كل الخدمات بما في ذلك الطاقة وخدمات المعالجة والتطهير وكل الخدمات الجوية أيضا سيتم يعني التفويت فيها بعد أن تعهدت تونس بالامضاع على اتفاقية يعني السماوات المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي إذن هي أشكال يعني لربما ظاهيريا تختلف ولكن في الأخير هو تفويت الدولة لشركات أجنبية للقيام بخدمات والمرافق التي كانت تقوم بها المؤسسات العمومية واضح دكتورة جانيت بن عبدالله بحثة مختصة في الاقتصاد كنت معنا مباشرة من تونس شكرا جزيلا لك